السلام عليكم حبيباتي ومميماتي الغاليات لمنوري لي القناة كديرين لبس عليكم تمنىكم تكونوا بي خير امركم كل على خير ان شاء الله دائما ناشطين فرحانين سعادة نتمنى يا ربي الفرحة والبهجة ما تفارقش وجهكم كديرين اش كتعودوا اميماتي اخواتاتي وصحاباتي تمنى ان شاء الله تكونوا بي خير وعلى خير دائما صحتكم زيانة كيف كان قوليكم دائما طلوا لي فديك الصحيحة حتي لما طليتوش في هارا ما كنش لي طل فيكم الهو ما ديروا لهم في شبكة شيطح وشيبقى والله يعطيكم اي حاجة نويتوها في خطركم اللي ما رايد الله يشافيه وليك يتمنى الدوري الصالحة نتمنى ما ربي الحبيب ارزقوا الدوري الحسنة يا ربي في القريب العاجل والله يستهل عليكم كامل ان شاء الله الله يعطيكم الرزق ورا ما يمكنش نبدأ اي فيديو بلا ما نشكركم وبلا ما ندعي معكم واحد دعي ولا اللي يخطيكم عليا والله يجازكم بخير على تعليقاتكم على دعواتكم ربي يحفظكم حتى انتمو من كل شر مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد غادي نحضر معاكم واحد الحلوات يلا كريم سهلة مهلا بزاف الاخوات اه كيبوا يديروا هكا حلوة لا كريم ولكن ما كتنجحش اليوم الجنواز انا الصراحة كنفضل بزاف هاد النوع ديال الحلويات بانه وكيجي رائع بزاف وكيجي حسن يعني كتجي حسن من الحلوات يلا كريم ديال الزمقه كتبنن نيو كتجي رائعا تمنى من كل قلبي تجربوها وتعجبكم لان فعلا كتستحق التجريبة وكيف العادة الى عزبكم في فيديو ويلا شفتوني انني نستحق ما تنسوني شمال لايكات ديالكم بطبيعة الحال الى شفتوا الفيديو انه يستحق كدروا لي من لايكات لعلي خطيكم عليا عارفكم ما خلوش الله يسهل عليكم ونمشيوا لطريقة التحضير والمقادير يا الله بسم الله وغنبدو بسم الله على بركة الله في المقادير ديال كيكا ديال ثلاث طباقات غادي نحتاجو جوج ديال البيضات لي كيكون متوسطين مئة جرام ديال السكر حبيبات او للسكر سنده مئة جرام اللي هي كسعن باقي الاربع وممكن تنقصوه على حسب الحلاوة لكن ركتجي هي هاديك عندي هنا مئة ميلي لتر ديال الزيت نباتية او للزيت العادية مئة ميلي لتر اللي هي كاس عنبا قل الاربع تمانين ميلي لتر ديال الحليب السائل اللي كيكون اه بدرجة حرارة المطبخ تمانين ميلي لتر اللي هي نصف كاس عنبا وعندي هنا علبة ديال يوغورت او لضانيت ديال الشوكولات للوزن ديالو تمانين جرام وعندي جوج لمعالق كبار عامرين ديال كاكاو المر 17 جرام ديال خميرة الحلويات او للبيكين باودر جوج ديال الصاشيات وعندي هنا سكر منسم بالفاني 7 جرام وغادي نحتاجو واحد القبيصة ديال الملحة 150 جرام ديال الدقيق الابيض او للفارينة 150 جرام ديال دقيق اللي هي كاس عنبا ونص ديال الدقيق اللي كيكون طبيعة الحال النوعية جيدة وغا نحتاجو معالقة كبيرة ديال الخل فبسم الله كناخد واحد الاناء اللي كندير فيه جوج ديال البيضات 100 جرام ديال السكر سنيدة سكر منسم بالفاني 7 جرام وقبيصة ديال الملحة غادي نخلط مزيان بالطراب الكهربائي او اللي الميكسر اللي كتفضله هنخلطو البيض مع السكر حتى كيتغير لنا اللون ديال البيض عاد غادي نضيفو كاس عنبا معامرش ديال الزيت ليهي 100 ميلي لتر خلطوهم مزيان مع بعضياتهم وغادي نضيفو نص كاس ديال الحليب ليهي 80 ميلي لتر وغادي نخلط شوية ومن بعد غادي نحييض طراب الكهربائي وغاستعمل غير اليداوي غادي نضيف دابا جوج لمعالقة كبار ديال الكاكا والمر اللي تيكونو عامرين انا راستعملت البنات غير ديال العبار ولكن نوعية جيدة اه دائما البنات الغربال كنبقو نغربو الدقيق وهدك الكاكا والخمارات كذلك باش هكا مت هيبقوش لنادو الكوارات صافي كنبقو نضيفو الدقيق بشوية بشوية وكذلك الخمارات 14 جرام او لاجوج ديال الصاشيات حتى كنتحصلو على القوام ديال الكيك وكيف لحطو معايا راني ما ضفتش دانيت شوكولا غنخليه تل الاخير باش كيعطينا واحد مادا قرائع الكيكا وراني ضفت معلقة كبيرة ديال الخل صافي غادي نخلط هدك دانيت باش كيتخلط لي مع القوام ديال الكيكا كيعطي واحد نكهة هائلة وكتجي هد الكيكا مفش فشا يعني وخة تاكلوها غير بوحدها شوفوا معايا القوام ديال الكيك كيجي بحل هكا يعني الى بحل الكيك اليوم اللي كنديروه يعني العادي كنديرو به رقم تمانية بلا ما كيقطع انا ياخديت هاد المولة البنات رافيه ثلاثين سنتيم يعني را كبير خدوا اي مول عندكم الدائري او لا اي مول كتوفروا عليه كندهنوه بالزبدة وكرشوه بشوية بعد دقيق وكنصبوه فيه الخليط ديال الكيكا وكنحاولوها كنقدوه باش كيجينا متساوي غادي ندخلوه الفران لي كيكون بارد غنشعل عليه غامل تحت كيطيب وغادي نهبطوه تحت خمسة دقيق ومن بعد كنخرجوه دائما كنقيصوه بالكيردون واشطابو اوليلا دابا غندوز معاكم الكريمة اللي غندروها كطبقة تانية غادي نحتاجوا باسم الله عندي هنا مية جرام ديال كريم شونتي او لا ممكن تستعملوا الكريمة السائلة اللي كتفضله مية جرام راه ريتكم البنات العلبة ديالها مع جوش الكيسان ديال الحليب اللي هي تلتمية وعشرين ميلي ليتر تقريبا ديال الحليب اللي كيكون بارد يعني من المجميد جوش الكيسان ديال العلبة وعندي هنا معلقة كبيرة ديال الناس اللي كراميل انا استعملت الجاهزة ولي كيعتنا الصراحة واحد المادا قزوين وما كيجيش حلوه بالزاف بحال دك اللي كنصوبه بالسقار هاد الكريمة البنات را ما كتجيش حلوه وكتقهم كتجي هي هادك وكتجي رائعة وضيا في عجباتهم بزاف كنضيف هنا جوش ديال ضانيت بالنكهة ديال الكراميل كل واحد في 80 قرام يعني في المجموع 160 قرام ديال ضانيت كراميل وكذلك غادي نحتاج معلقة صغيرة ديال الكاكاو المر ومن الافضل يكون النوعية جيدة باش هكي كيعطينا مادا قزوين لان هاد الكريمة مزيج مبيل الكراميل والشوكولات كتجي رائعة بزاف راكم عارفين الكراميل والكاكاو كيعطينا مادا قزوين من بعد ما كنضيف ديال معلقة صغيرة ديال الكاكاو المر بطبيعة الحال كنغربلوها وكنطلع هاد الكريم بالطرر بالكهربائي كيف كتلاحظو معايا حتى كتولي بحال هاكي يعني مني كان قلبو الطاصة ما كتتقلبش معانا يعني كتولي جاندة كيف شفتو معايا كيف كتلاحظو هنايا الكيكا من بعد ما كنخرجها من الفران دائما كنقسوها بالكيغضون الى خرج لينا ناشف فهذا دليل ان الكيكا طايبة من الداخل وهي بقى سخونة يعني خرجتها من الفران وخليتها غير واحد ثلاثة دقايق كل خمسة دقايق عاد غادي نسقيها بكاس عنبا معا مرش ديال الحليب يعني مية ميليليتر ديال الحليب مع معلقة كبيرة ديال كاكاو الحلو كوبيل اللي كان نديرو معانا الحليب وكنخلطهم زيان وكنسقي بهم الكيكا كيف لاحظو معايا سقط بهم الكيكا وراها شربات هادك سقوا يعني هادك الحليب اللي سقينها به وخليتها حتى بردت تماما يعني دخلتها لكلاجة وخليتها حتى بردات عاد غادي ندوز ندير لها هذيك الكريمة اللي طلعنا وحطيتها في الموج ميت باش هكا كتجي متماسكة وكتجيها بحل القلاس كتجي هاد الحلوة هذي حسن من حلوة طلع كريمة البنات غير جربوها غادي نحاول نساوي هاد الكريمة هذي كطبقة تانية وضروري كيف كتلكم ما تكون الكيكا باردة يعني ضروري باش ما كتدوبش لكم الكريمة غادي نحاول هكا ينقدها وكطبقة متساوية بهاد الملاسة او الاسباتيل اللي عندكم كيف كتلاحظوه من بعد ما كان قدها الكريمة ما درتهاش كاملة خليت منها واحد الكيمية لتزيل ودابا غادي ندخل هذيك الكيكا ديالي المجمين تماسك ليات قريبا واحد روبع ساعة عاد من بعد غادي نحضروه القاناش كيف كتلاحظو معايا بالنسبة لمقادر ديال القاناش عندي كاس عنبا ديال الكريمة السائلة هولالا او لا اي نوع كتفضلو كاس عنبا اللي هي مية وستين ميلي لتر ديال الكريمة غادي نديرو فحل كسر هنا وغادي نديرو فوق البوطة حتى كتغلى ديال الكريمة من بعد غادي نضيف ليها مية وابعين جرام ديال الشوكولات ليكون نوعية جيدة انا دائما البنات كنستعمل اقبال اه خمسة وخمسين في المياه كاكاو يعني لكي يكون المدق ديال وزويل وكن حرك حتى كي نساجم لي يدك الشوكولات مع ديال الكريمة كيف كتلاحظو وغادي نخليه غادي ندقيقها هكي باش ما يكونش صخون ويدوب لينا فوق الكريمة ومن بعد كنخرجو ديال كيكا ديالنا من الفريقو كيف كتشوفو ديال الكريمة راه تماسك بحالي جمدات غادي نديرو من فوق من هالقاناش وكنحاولو هكي نوزعوه بش كتغلى ديال كي باش كي يجي نبقوا حط طبقة لي كي تكون مقادة يعني ما كي تجيش مع نكشة كندير بحال ما هكا غير بشوية بشوية وانا كنوزع وطبيعة الحال كي يبقى كتبقى الكمية حسب الرغبة وفي من بعد ما كندير القاناش وكنقادو يعني كنساويه باش يجيني كطبقة تالتة ويجيني هكي مقاد غادي ندخل عو تاني الكيكا ديالي المجمد حتى نبغى ان شاء الله نقدمها وغادي ندوز نقطعها معاكم كيف كتلاحظو دائما كنستعملوا واحد الموس لي كيكون هك هي ماضي وكن ناخدوا واحد المنديل باش كنبقوا نمسحو فيه باش ما يتخسرش لنا الديكور ديال الحلوة كيف كتلاحظو هنا يا رمشيت كنزينهم هاد اللعيبات هادو اللي ديرين بحال التوت ونسيت الكريمة اللي ديجا خليت عاد غا نعود نحيدهم وغادي ندير هكيا وريضات بالبوش آآ اللي درت فيها هديك الكريمة اللي شاطت ليه وغادي ندير هاد هاد اللعيبات هادو صفي وان شاء الله هندخل هادا بغير ندخل هالتلاجة ام اللي تبرد نقدموها بالصحة و يجب هذه الحلوات انما كياخدوش وقت كثير يعني اه كتحضريها بساعتين اولا تلت سوائع وكتقدمها كتجير رائحة بزاف وخصوصا الى باتترة منعودش لكم على الماضاق عوثاني كتلقودوا كل ماضاقات في بعضياتهم الماضاق ديال الكراميل والشكولات راشي حاجة اللي واعرة اه وكيف لاحظو انها وخاك كرا اقتصادي يعني رديل بدراوش اه وكتخرج ما شاء الله واحد الكيميالي هي كثيرا جربوها وردو علي الخبار نعطيكم واحد الملاحظة صغيرة بالنسبة الجاناش اللي كيجي هكيا من فوقها الحلوة فضروري ما الشوكولات يكون نوعية جيدة بش هكا كتجيكم طبقة متماسكة حتي لها كان غير ذاك العادي ديار بعض ريال هادا كيكون البنات غير ذاكي يكون في زيت بزاف يعني الطبقة ما كتجيش متماسكة كيف كتلاحظو معايا انتمنى ان شاء الله الفيديو ديال يوم اعجبكم وهاد الفيديو راه اخذيتم من واحد الروتين كان عندي وكانت هاد الحلوة مضلومة وخا بغيتكم تجربوها فقلت علش اللي ما ندير له هكا المونتج ون احطها لكم باش تشوفوها اه خليت لكم الخير تسير كل حاجز ونك نشكركم بزاف بزاف على التعليقاتكم على السؤال ديالكم عليها الحمد لله راني باخر علاقة ان شاء الله ده برجع لكم بالحماس والوصفة الجديدة غير قبل عليا وصافي والسلام وعليكم ورحمة الله